إشادة أمريكية بمبادرة جلالة الملك محمد السادس الإغاثية لفائدة سكان قطاع غزة تنويه جاء على لسان سفير الولايات المتحدة في الرباط بونيت تولور في تصريح حصري لقناة ميديان تيفي حيث قال إن الولايات المتحدة تشيد بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار الجهود الإنسانية الموجهة إلى غزة خاصة خلال شهر رمضان المبارك كما ذكر السفير الأمريكي بتصريح لكاتب الدولة أنتوني بلينكن أشاد من خلاله بالمبادرة الملكية ببعث مساعدات إنسانية لفائدة ساكنة القطاع الإشادة الأمريكية جاءت عقب توصل ساكنة القطاع بالمساعدات المغربية في أول قافلة للمساعدات تبلغ القطاع برا عبر معبر كرام أبو سالم منذ اندلاع الحرب في تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والقاضية بإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات غذائية عن طريق البر لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف للتخفيف من معاناتهم خلال شهر رمضان المبارك وتعد الممرات البرية السبيل الأسلم لبلغ المساعدات إلى مستحقها المحاصرين في مخيمات النزوح بين لفحة الجوع ونيران آلة الحرب الإسرائيلية